مازلنا مع الوحدة السادسة تخصيص التكاليف في المحاضرة السابقة تكلمنا عن طريقة التخصيص الإجمالي وعننا أن نجمع تكاليف مراكز الخدمات كلها مع بعض كرقم واحد ونوزها على مراكز الانتاج بنسبة أساس واحد فقط للتخصيص الآن مع طريقة التخصيص الانفراضي Direct Allocation Method شكل الطريقة تتم إزاي؟ لو أنا عندي ألف وباء لتنهد دول مراكز انتاج مراكز انتاج والسين والصاد دول مراكز خدمات عايزين نوزع تكاليف مراكز خدمات على مراكز الانتاج بطريقة التخصيص المباشر أو الانفراضي وكان مثلا أعطي لك التكاليف الصناعية تصاد غير مباشرة مثلا كان مركز ألف عشر تلاف باء خمستاشر ألف سين خمسة ألاف صاد ستة ألاف من اسم الطريقة التخصيص الانفراضي معنى إيه؟ إن أنا أخد كل مركز خدمة على حدة بشكل مهم فرد ووزعه على الألف والباء يعني مثلا حول هنا توزيع تكلفة سين حول سين كان كام؟ خمس تلاف أروح حطت الخمس تلاف كده من قصير واول السين ديت باستخدام أساس معين أشوف نصيب ألف ياخد كام ونصيب كام حسب أساس التخصيص اللي هيكون معطى في التمرين لكنه توزع بشكل انفراضي على مراكز الإنتاج اللي هما الألف والباء ثم بعد ذلك نقول توزيع تكلفة صاد أروح جاء على صاد وأقول أدي ستة لاب بتوع صاد أشوف صاد دي الأساس المناسب لها في التوزيع إيه؟ وأشوف أوزع أشوف نصيب ألف كام ونصيب باق كام يبقى كده أوزعنا مين؟ الصاد بعد كده أجمع بقى التكاليف اللي تجمعت فيه ألف واللي تجمع فيه باق دي شكل الطريقة بتتم إزاي؟ الطريقة دي كده لو لاحظت إنها بدأت تعالج العيب اللي كان موجود العيب الأساسي اللي كان موجود في طريقة التخصيص الإجمالي ما بقيتشي بجمع الاثنين مع بعض زي الطريقة اللي فاتت دي أنا بأخل كل واحد على إيه؟ على حدة يبقى بدأت تتخلص من العيب اللي هو إيه؟ إن إحنا ما عدناش بنستخدم أساس واحد في التخصيص بدأنا نستخدم كل مركز خدمة الأساسي المناسب له في التخصيص ولكن ما زال العيب اللي هو موجود اللي هو إيه؟ إننا افترطت إن السين والصاد بيخدموا الألف والبق فقط ما فيش خدمات متبادلة بين مراكز خدمات بعضها اللي هي البعض نشوف بقى الكلام الكروك اللي إحنا عمنا ده تم إزاي؟ في طريقة التخصيص المباشر أو الانفراضي بناء على هذه الطريقة يتم تخصيص تكلفة كل مركز خدمة بشكل منفرد على مراكز الإنتاج فقط حيث يختار لكل مركز خدمة أساس التخصيص الملائم له لتوزيع تكلفته على مراكز الإنتاج طب المزايا بقيت إيه بقى؟ مزايا طريقة التخصيص المباشر إليه الانفراضي استخدام أساس التخصيص الملائم لتوزيع تكلفة مركز كل خدمة ده أمر منطقي دي بقى تميزة بقى إننا بستخدم أساس التخصيص الملائم لتوزيع تكلفة كل مركز خدمة العيب مزال العيب موجود اللي كان موجود قبل كده في الطريقة الإجمالية عدم الإعتراف بالخدمات المتبادلة بين مراكز الخدمات بعضها البعض